العديد من الملفات على أجندة ميركل خلال اجتماعها بالمسؤولين الجزائريين فالمستشارة الألمانية تحل بالجزائر بقبعتين الأولى سياسية في ألمانيا وبصفتها مفوضة سامية لملفات الهجرة في الاتحاد الأوروبي ميركل لها وجهين الوجه الأول أنها تمثل الاتحاد الأوروبي وأنها أقوى قوة اقتصادية في الاتحاد وكذلك هي الدولة المكلفة بملف الهجرة في الاتحاد الأوروبي عندها وجهة وطنية ألمانيا تريد أن تكون لها ثقل في العلاقات الجزائرية مقارنة مع كثير من الدول الأوروبية التي جوزتها فرنسا وغيرها وسبانيا الهجرة غير شرعية لا أعتقد أنها ستطرح مع الجزائر فتح مراكز مع الهجرة غير شرعية بالجزائر لأن الجزائر عبرت عن رفضها المطلق لذلك وهي الآن في إجراءات ترحيل تاعم ميركل ستحمل حسب متابعين خطة جديدة للتعامل مع ملف إعادة الجزائريين الذين رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء عن ملف الذي أسال الكثير من الحبر ولقية حفظات كبيرة من السلطات الجزائرية ألمانيا عندها تقريب 300 ألف أو 300 مهاجئ غير شرعي من بينهم الجزائرية ممكن ملف الجزائري طبعا الجزائر عادة لما يتعلق الموضوع بالجزائر لن تسمح بتهميش الجزائريين أو إذاعة حقوقهم سوف تدص مع هذا الملف انتلاق من محافظة على حقوق الجزائريين هناك تراهن ميركل أيضا على الملف الاقتصادي برفع قيمة المبادلة التجارية إلى 5 مليارات دولار التبادل التجاري ربما رح يزيد مقارطا بالسنوات الماضية اللي يقارب 4 مليار لا يسير إلى 4 مليار لكن نلاحظ ربما أنه لنقل تكنولوجيا وبعد زيارة ميركل الثانية رح يرفع بحوالي مليار دولار في خلال السنوات المقبلة ليس واضحا إن كانت الجزائر وبرلين قد توصلت إلى توافق حول مشروع الطاقة المتجددة ألمانيا براغماتية ألمانيا تريد نقل تكنولوجيا بما توفره الجزائر من فرص عندها مشروع كبير تهتم به هو مشروع الطاقة الشمسية والطاقات البديلة ومازال هذا هو اهتمامها ودائما يسير لعابها ودائما تثير هذه النقطة وتثار هذه النقطة من طرف الجانب الألماني حول دفاتر الشروط متى تفتح متى وقع مع الجزائر ديزر تاك زيارة أنجيلا ميركل إلى الجزائر تأتي في ظروف سياسية تتشابه من حيث تعقيدها في كل البلدين فالجزائر ترغب في تقديم أجوبة للضيفة الأوروبية حول الوضع الداخلي فيما تريد ميركل التخلص من عبء اليمين اشتركوا في القناة